أطراط العيون حلقة جديدة من صيدلي يا صيدلي بتبلش هلأ صيدلي يا صيدلي يا صيدلي أطراط العيون الناس تاخد أطراط لعدة أسباب يعيونهم منشفين يععم يحرقون يععم بيحسوا مغبشين وعدة أسباب غير كيف منقطر أهم شي نغسل إيدينا كتير منيح ونمسح عيننا إذا كان في إفرازات إذا عم بتدمع أو معمشة بشاشة ما نستعمل القطن لأنه بيترك غبرة بعد الأطراط بيكون مكتوب عليهم ساسبنشن فلازم نخدهم قبل ما بدنا نقطر منفتح الأطرة وإذا فينا النام بيكون أحسن إذا لا منتطلع بالسقف منفتح عيننا كتير منيح ومنقطر يعني رب تجي في عينه وأهم شي الأطرة ما تدقى بعين لما طلقت عدوة ما تنسوا أن الأطرة من بعد فتحها بشهر لازم تنكب وما تنحط بالبراد مش ضروري بس العالم أوقات بفضله تنحط بالبراد إذا عاملين عملية ليزر لأنه إذا كانت مسقعة شوية النقطة بتريحهم أكتر أطراط الدينان لازم نقرأ على الأطرة إذا مكتوب عليها ساسبنشن لأن إذا مكتوب ساسبنشن مثل أطراط العيون لازم نخدها كتير منيح قبل ما بدنا نقطر نسخن الأطرة شوية بين إيدينا قبل ما بدنا نقطر منعلي دينتنا بهيد الطريقة ومنقطر تيفتح الكنال ويفوت النقط لجوه منعمل مساج ومنظلنا طابين لخمس دقايق بهيد الوضعية وبعدنا بنمسح إذا بقى شيء زيد لبره وإن شاء الله بتصحها هيدا كانت حلقتنا اليوم من صيدلي يا صيدلي اعملوا لنا لايك ويكتبوا لنا بالكومنتس للمواضيع العبارة لكم نحكي فيها ونشوفكم بالحلقة الجهة صيدلي يا صيدلي يا صيدلي صيدلي